شكرا نور نلقي نظرة على أبرز المحركات التي قد تؤثر على تداولات اليوم قبل دقائق من الاتتاحية وبالتعاون مع بوابة أرقام عاود السوق السعودي تحقيق مكاسب خلال جلسة الأمس بعد جلستين من التراجع في جلسة شهدت صعود جماعي للقطاعات القيادية أغلق المؤشر العام على ارتفاع بسيط بنحو عشر في المئة ليحقق نحو ستة عشر نقطة ويستقر دون مستوى الأحد عشر ألف وثلاثمائة وأربعين نقطة قيم التداول شهدت تحسن خلال جلسة الأمس عند نحو سبعة مليارات ومئتي مليون ريال لكن ما زالت دون متوسط قيم تداول السوق السنوي القطاعات الكبرى حققت أداء إيجابيا قطاع الاتصالات ارتفع بنحو تسعة أعشار في المئة قطاع الطاقة أيضا حقق مكاسب بنحو ستة عشر في المئة بينما حقق قطاعي البنوك والمواد الأساسية مكاسب بنحو ثلاثة عشر في المئة معظم القطاعات أغلقت على ارتفاع جاء عليها من حيث المكاسب قطاع الخدمات الاستهلاكية بارتفاع بنحو واحد وستة عشر في المئة تلا ذلك قطاع السلع الرأسمالية بارتفاع بنحو 1.13% بينما ارتفع قطاعي الإعلام والترفيه والسلع طويلة الأجل حقق مكاسب بنحو بين 1.21% و 1.13% في أخبار الشركات أوصى مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية خلال اجتماعه أمس بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة مليار وستمائة مليون ريال وقالت الشركة في بيان لها على تداول إنها تهدف من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة أوضحتنا الحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم منعقاد الجمعية العامة غير العادية مبينة أنها قامت بتعيين الأهل المالية كمستشار مالي لزيادة رأس المال في خبر آخر أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك عن الانتهاء من معاملة الشركة لاستلامي سكي أرض في محافظة وادي دواسر بمساحة تزيد عن 269 مليون متر مربع أوضحت نادك أن أصدار سكي الأرض جاء بموجب موافقة رسمية لتملك شركة نادك المساحات المحيى من الأراضي المسلمة لها بحسب بيان الشركة على تداول فإن معاملة إصدار سكوك أراضي الشركة في مدينتي حائل والجوف لا تزال قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة وسيتم الإعلان عنها في حين أما شركة اليمامة للصناعات الحديدية فقد أعلنت عن الانتهاء من أعمال التصميم وتحليل عطاءات المقاولة لتنفيذ الأعمال المدنية والإكتروميكانيكية لمشروع مصنع اليمامة لأنظمة طاقة الرياح وذكرت الشركة في بيان على تداول أنه تم توقيع العقد لتنفيذ المشروع على أرض في الهيئة الملكية بينبع مشيرة لأن تكاليف تنفيذ الأعمال ستكون وفق الميزانية المحددة وضافت أن سبب التأخر هو استكمال المتطلبات الفنية تماشيا مع الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح بالمملكة متوقعة ان انتهاء المشروع خلال الربع الثاني من العام 2023 تقدمت شركة الملكية الخاصة بولو منيجمنت جروب بعرض شراء كامل أسهم شركة ترونيكس المدرجة في نيويورك في صفقة تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار أي ما يعادل سبعة وعشرين دولارا للسهم وتمتلك شركة التصنيع الوطنية المدرجة بالسوق السعودية حصة تقدر بـ 19% في ترونيكس فيما صرحت مصادر لرويترز أن ترونيكس عينت مديرا ماليا لدراسة العرض المقدم ترجمة نانسي قنقر